بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والكرام السلام عليكم ورحمة الله نظرات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة وأربع نقاط وخاتبة قبل ذلك أقول لكم شكراً مرتين أولاً على الدعوة إلى هذا المسجد العامر مسجد الفتح الشكر الثاني إلى هذا التنظيم المحكم نحن في أمس الحاجات إلى مثل هذا التنظيم المحكم في مساجدنا فالحس الحضاري الطرب والأخلاق مطلوب في أماكن عبادتنا في المساجد وفي جميع الفضاءات ما أحواجنا إلى القدوات الناجحة إلى المراجع نحن الآن من أزماتنا الكبرى أزمة المرجعية الجانب النظري سهل ميسور كأن نقول يجيب ينباغي يجيب ينباغي هذا الكلام لا معنى له إذا لم يطرجم إلى عمل نقول يجب أن تكون مساجدنا نظيفة ومستشفياتنا ومدارسنا وجميعاتنا وشوارعنا وأحياؤنا يجب ولكن أين هي الأعمال التي تطرجم هذا الوجوب نحتاج إلى المراجع العملية التي بها يُغتدى وجدت صعوبةٍ كبيرة في تجاوز هذه المسألة بصراحة لذلك لأرتاح أقول لكم شكراً مرةً ثانية على هذا التنظيم المحكم في هذا المسجد وكلكم يلاحظوا ذلك وسوى الله أن يرفع قدر الشيخ وقدركم جميعاً المقدمة تنصرف إلى نقطتين الأولى السيرة النبوية ترجمة عملية للوحي الطاهر ما معنى هذا الكلام؟ يعني كن قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمة عملية للأحكام للنصوص الواردة في الوحي هذه الإشارة نفهم الوحي من خلال السيرة النبوية ومن خلال البيان الوارد في سنته المطهرة لمسألة مهمة جداً ربنا عز وجل أمرنا قال مثلاً وتعاون على البر والتقوى ترسيخاً لمبدأ التعاون على البر والتقوى حينما نقرأ السيرة النبوية هذه سيرة ترجم هذا المبدأ باستقرائنا لسيرة النبوية يتبين لنا على وجه القطع واليقين أن هذا المبدأ مطرجم عملياً في السيرة النبوية إذا كان ربنا عز وجل أمرنا بالمحافظة على الأخوة ربنا قال كما في سورة الحجرات الآية العاشرة إنما المؤمنون إخوة وتأتي السيرة النبوية ترجم هذا المبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون آخى بين المهاجرين والأنصار الأوس والخزرج بسيرة المصطفى بسنته بالوحي الطاهر الذي ترجمه عملياً آخى بينهم فانصاهر هؤلاء في جماعة الأنصار كما انصهر المهاجرون والأنصار في جماعة المسلمين الذين شكلوا أمة واحدة وقد ورد في صحيفة المدينة في دستور المدينة في وثيقة المدينة بند مهم يشير إلى هذا المعنى أمة واحدة من دون الناس هذا ورد هذا الكلام ورد في وثيقة المدينة أمة يعني متميزة أمة واحدة من دون الناس إذن هذا المشهد لأمة الإسلام ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم عملياً تطبيقاً للوحي الطاهر قال ربنا في صورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون من المتشابهات الآية 92 من صورة الأنبياء آية أخرى وأن وإن قراءتا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صورة المؤمنون الآية 52 إذن ما قرأناه في وثيقة مدينة في هذه السيرة النبوية وترجم لما ورد في القرآن وقد استمعنا إلى آيتين وسنذكر الأخريات بعد حين إذن السيرة النبوية ترجمة عملية للوحي الطاهر النقطة الثانية في المقدمة أننا نحن جميعاً في حاجة ماسة إلى قراءة السيرة لمعالجة أمراضنا وين عندنا مرضى نروح للسيرة لقودوا قل ما شئت مثلاً مشكلة النظافة وما كانش ليحكي عن نظافة كما عمل نظافة أراه متعب كثير بسبب سلوكاتنا التي لا علاقة لها بالإسلام تماماً عندها أش علاقة نظافة الصاشية انتواعنا فيها الخبز فيها اليهود فيها القرع تعالجازوز فيها الكؤوس اللي تكسرت نرميوا كلش في مكان ويجيوا ويرفدوا يروحوا للمستشفى لقسم الاستعجالات أشكلوا وصلوا مستشفى هنا ما عندناش السيفيزم ما عندناش طربية لا أعمم الأحكام لا ولكن هذا مرض هذا خلل نعاني منه كثيراً أرمي فضلاً اللي بغا يدور في شواريع أمتنا لا أتحدث عن مجتمع معين أتحدث على مستوى الأمة بل أتحدث على مستوى الأسرة البشرية هناك شعوب نظيفة جداً متحظرة تحافظ على البيئة تحافظ عليه بشكل بديع هذا أمر نعرفه نعرفه ولكن نعرف أيضاً مواطن الخلل في حياتنا الله غالب باطمة وحدة عمارة وحدة أحياناً من عرفوش نظفوها مشكلة كبيرة لو كم رحوا السنة هو البعصة السلام قال في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي خرجه الشيخان البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة رواية الإمام مسلم بضع وستون شعبة رواية الإمام البخاري أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق شوفوا النظافة شوفوا البيئة موجوداً وفي رواية والحياء الشعبة من الإيمان إذن وين عندنا مرضى نداويهم عندنا دور العجازة اللي اسمها دور الرحمة خلل في حياتنا الاجتماعية على يعني تلقى الوالدين والأجداد اللي عندهم أولاد وأحفاد يلقى وارواحهم في دور الرحمة يعني دار العجازة مشي عيب والله لا عيب عيب كبير لو لم تغب الرحمة من بعض القلوب ما كنا في حاجة إلى دور الرحمة مشكلة إذن يالله نبحث في حياتنا ونلقينا المرضى نلقى والدوان تعود يا في القرآن كما قال ربي في سورة الإسراء الآية 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَنَجِدُ الْعِلَاجِ وَنَجِدُ الْعِلَاجِ فِي مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سُنَّته أو في سيرته والسنة النبوية في تعريف المُحَدِّثين وهو التعريف الأشمل للسنة هذا التعريف يستوعب السيرة بين قوسين تعريف السنة عند الفُقهاء ما يُقابل الفرض أو ما يُقابل البِدعاء وتعرف السنة عند الأُصُوليين عند علماء الأُصول هو ما صدر عن النباه أَسْلَتُّهُración أو ما أثر عنه من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير قولية فعلية تقريرية أما السنة تعريف السنة عند المحدثين عند علماء الحديث وهو تعريف الشامل هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة نغلق القوس الآن نروح النقطة الأولى يا الله نظراتنا على السيرة النبوية المجال الأول في مجال بناء الإنسان بنادم أصعب شيء في الدنيا بناء الإنسان وبناء الإنسان أصعب من بناء العمران واحد بشي بن بناءدم أصعب من لي بن باطمة بن عمارة نخذها كرسالة والإنسان أطول المخلوقات حضانة رسالة أخرى أطول المخلوقات في الدنيا حضانة هو الإنسان هناك بعض الحيوانات وبعض الطيور تحتاج إلى وقتٍ واجيز فتنطلق في هذه الحياة ولكن بنادم لالة يحتاج إلى مدة طويلة مع الوالدين مع الأجداد داخل الأسرة باش يكون عنده قاعدة صلبة تنشئة أسرية طربوية اجتماعية متوازنة تؤهله لتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض كثيرة الأمثلة كثيرة على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام يهضر معه صغار يقول سمي الله باش واحد يقول بسم الله ما شي سهلا صعب جدا بسم الله وعلى بزاف كي تقولها الصغير وتعلمه تقول له هذه كل لقمة اللي تأكلها ربي سخر الفلاح اللي زرع ربي سخر الفلاح اللي حرث ربي أمر السماء فأمطرت الآية 22 من صورة الذيريات وفي السماء رزقكم وما تعدون الآية 30 من صورة الأنبياء أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ خَنْفَ مَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ هذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول نرجعه ربنا أمر السماء فأمطرت أعطت المطر وأمر الساء الأرض فأنبتت من بعده ربي سخر الفلاح مرة أخرى وراح للحقل باش يحصد ويدرس روح 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 حتى توصل اللقمة يأكل لها الطفل الصغير تقول له يا طفل الرسول راه يقول لك قل بسم الله تصوروا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال باش تأكل ولا تشرب الماء ويهبط لك الماء هذاك لازم تقرأ صورة البقرة كاملة صورة البقرة عندها 286 آية وكي تكمل الماكلة باش تنفعك وجميع الأجهزات تخدم سوا سوا لازم تقرأ صورة العمران عندها 200 آية معنا المجموعة 486 آية شكون اللي قدر يديرها لحسن حظنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل بسم الله بارك بسم الله وكي تشبع قل الحمد لله معناه الرسول يربط صغار من البداية باش يعرفوا ربي وعلم لكم كين ناس يعرفوا كلش ربي ما يعرفوش كين علماء كبارة يعرفون علوم عجيبة ما يعرفوش ربي وكل سبحان الله واش ذلك العلم انتعك إذن كصدق الله في صورة فصلة الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما زال ما رجع الغلام هذا يا غلام سمي الله كي تشرح له واحد نهار لولادكم يكفي ماشي كل الماكلة تدين لهم محاضرة لا لا رح بالعقل خاصة الجيل تعظرك عصرحك وكل بيمينك تشرح له أمة تيامن زيد وكل مما يليك يعني يطفل كل حقك وغمض عينك ما شكي تفتح ثلاجة فريجيدير تاكل قاع ليورت هذاك تاكل حقوق خوتك يلي ياكل حقوق خوته كيكن صغير ياكل غير ياكل غير ياوت والأحبات هاو كيكبر يدي الهكتارات ويدي الملايير ويسرق ويزور في الوثائق عادي على بلكم على عند خلال طربوي يستلذ أكل حقوق إخوانه وأخواته صغيرا حينما كيكبر أيضا ولي حبي كل حقوق خوته هاي النتيجة إذن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذا النظر هاو يبني الإنسان منذ الصغر نكملوا شوية هذ بنادم هذا كي يروح يدير التجارة لازم له ينفيد روت لازم له خريطة الطريق لازم له منهاج أربي قال يهدين الصراط المستقيم كم له صراط الذين أنعمت عليهم في صورة الفاتحة من هم الذين أنعم الله عليهم السؤال للإخوة شكون هما كم له النبي أربعة وين شكون قال لك هذوهما ورهم وين ذكرهم ربي في صورة النساء الآية تسعة وستين في ملكين هذه الأصنف الذين أنعم الله وعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا إذن يلي يحب تجار تجار عصروحك النبي صلى الله عليه وين يكون الصدق يكون أمانة ربي يبارك فيه ويبارك في تجارته ويزكي أمواله بسم الله ما شاء الله ولا لا لا كل ما يجي وقت الزكاة يروح للإمام الشيخ تقول للشيخ ايش حنزكي تقوله ايش حل عن ذكك شي فردافير ولا سلعان تاعك ولا ايه قولك عندي اربع ملاير قوله ربع العشر فين فاصل قمسة بالمئة خلاص ربي لي قال في صورة المعارج الآية 24 الآية 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة لما نعطيهما الشيخ رهم اللي هي ثمانية أصناف وين جايين في صورة التوبة الآية ستين إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعامين عليها ثمانية أصناف هاي فرات أوعية الزكاة شكو بيينتها السنة انت عندي صلى الله عليه السنة شيف القرآن شحال شحال لي صار بالذهب كم من يصاب بالذهب لكي الإنسان يزكي شحال حبيث نسمع لا لا عشرين دينار بدها منها وطلع قل ايش خمسة وثمانين الحديث ما كانش فيه خمسة وثمانين في الحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه الحديث خمسمية وثمانين يقول مئة عشرين دينار وعشرين دينار لكي فالون تعاضرك خمسة وثمانين غرام ولكن في الحديث تكلم على الدينار والفيضة شحال مئتين درهم ولكن حنا تقول مئتين دينار ما يفهمك كي تقوله خمسمية وخمسة وثمانين غرام يفهمك هكذا والحديث قياس إذن هذه السيرة تضبط حركة الإنسان في التجارة في السوق بدأت بيها خطر وعر وإن كان دراهم والأموال البيع وشراء وعر يجي واحد يقولك وش رايك تسلف لمئتين مليون نرجع لك دي فورسان تعمل بالريبة يكرروا دراهم قلوا حرام ربي قال ونبي قال ربي قال وأحل الله البيع وحرم الريبة ويجد هذه الآية سورة البقرة الصفحة ثمانية وربعين الآية مئتين وخمسة وسبعين ربي قال حرام ونبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته وتعرفوا وش قال لبعا صلى الله عليه وسلم في أمر الريبة كيف أنه نهى عن بيع الغرر وانت كل الجهالة وكذا نهى كيف أنه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون خطير هذا الأمر خطير جدا الليكويد الإحتكار معناه توصلوا هذه اللعنة لا ينفعش يا يا أيها الإنسان طبق بركة هذه الهدي تسلك بخير وعلى خير النهار النهار اللي بغي تتزوج سهلا لازم دير عقد الزواج ما تشدرك تضرب في الإنترنت وتدير زواج أبلون هو نواره لمارياج أبلون إيه حاصر إلى غاية البارحة طرحت علينا ألف وسبعمية وواحد وخمسين قضية نتعلم مارياج أبلون الاستاتيستيك نتعلم البارحة تقولوا لا قل كعادي طلق زوجته هنا ها؟ وقل كأنه يتزوج أبلون كي يقول أبلون كي يقول أبلون سادبون أحد ما يخرج يقرأ الفاتحة وأحد ما يتبقى through the blood or the water وخراج وعلى أوليد الملع هذا لا يجوز هذا الواج ربي اسمه ميثاق على بلكم ما كيش أربي يذكر ميثاق في موضعين فقط ذكر الله لفظة الميثاق في موضع النبوة وفي موضع الزواج فقط بشي قولنا عصرواحكم عقد الزواج ليس كسائر العقود سماه القرآن ميثاق ميثاقا الدليل في صورة النساء الآية 21 وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وصلت الرسالة زيد رح للآية 21 من صورة الروم 21 و 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون متفاهمين هاو الزواج عنده ضوابط بسم الله ما شاء الله زيد أيها الإنسان بنادم تكلم على بنادم جعلك ربي رب عمل تخدم الناس لازم تخلصهم لا 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 ما تاكلش العرق انتاع الخدام وعلى بلكم الخدامين يزعفوا بزاف أحيان يدونوا لي قراهب وهذا الخطأ موجه للدولة موجه للناس الخدام حرام تاكل العرق انتاعه أنعاميه كتخدموا خلصوا شكون قالها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجراه قبل أن يجف عراقه ما كيش فيلسوف العالم ولا أرباب الحضارات واللي خدموا حقوق الإنسان اللي قال كلام كما هذا جبت مصان يخدم لك ولا يجب لك البنتور ولا تريسيتي أو لا هو يكمل قل له أخويا هكذا تخلص يقول لك عليها بهذه السرعة قل له قل له الرسول هو اللي قال كي هو يحب الرسول خطر الأخرين لا يهدروا هكذا يجب ربعا تعليم مصان وخمسان تعليم مانوبر يخلصهم بعد 27 سنة إن شاء الله وعادي كل ما يجي يقول خلصني ما عنديش ما عنديش ما عنديش يا حصراء سواء هذي الخدام خدم عند الخواص والأخدم عند مؤسسات الدولة يأخذ حقه سريعا زيد واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زدت له شوية خدمة زيادة كان لي بريم يمكن تسمع بلي بريم هو لي بريم موجودة في الشرعة موجودة في السنة والسيرة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كلفتموهم فأعينوهم أعطي له حاجة زيادة تحفيز خطر خدم باش يكمل على الرابعة خدم حتى للستة زاد ساعتين أفهم روحك إذا أخدم بالجمعة وكذا إلى آخر زيد عرف روحك خدم لك في الليل في أوقات معينة أعطي لك جهد إضافي هذه كلها مضبوطة معنىش السنة والسيرة طبعا ترجم للوحي الطاهر باش تبني بنادم زيد بنادم هذا اللي يعيش في العمارة في الباطمة ولا في الحي هذا اللي حقوق الجيران ويا ما الناس باعوا ديارهم هاجروا قالك عندي جيرا يا لطيف ما يقدروش الجار يمرمدوهم يتعبوهم كتقولوا سق ما ذاك المال يراه يسقط علي يقولك من خدموش يصار حتى للاربعان طاعة الصباح خاصة كيكون العراس يا لطيف صارت اعراسنا الا من رحمة ربي وسيلة للمعصية بدل انو نفرحوا نحمده ربي ربي وصلنا باش نديروا العرس المفروض نفرحوا نحمده ربي ثم اللي نعصيه ومعصيه بامتياز نمرمدوكي على الجيران سبع يوم وسبع ليالي نعجبكش الحال دير واش حبيت انا نزوج وليدي ندير رايب نفرح هذا هو الفرح فضلا عن التجاوزات التي تعرفونها جميعا باش ننبه الى مواطن الخلل في حياتنا ما نقولوش بلي احنا رايحين فيها لا لا نزرع الامل الذي يدفع الى العمل ولكن لا بد ان نعالج مواطن الخلل في حياتنا شخطو الرسول كيف الشيح بن صلى الله عليه وسلم واش قال قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت انه انه سيورثه المركز الشرعي الاجتماعي للجار حاجة كبيرة بزاف هذا كل الخير نقرأه في السيرة وفي السنة ونمشي ونخدمه خير ربي نخلي وضع كل المجال الاول ثانيا الاسرة ايه الاسرة وما ادرك من الاسرة نبدأوا به صلى الله عليه وسلم كي نزل عليه الوحي ياخي راح للأسرة انتعوه لا 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علاق الاية الاولى اللي انزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وين راح راح للسيدة خديجة راح للأسرة انتعوه واشقالها زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي ومشي سهلا حال القرآن انزل عليه اربي قال او ربي ما يخليك الزوجة الصالحة الدير هاتي لا الزوجة الصالحة عندنا واحد المثل بالقبالية يقول ثمتو ثماثيني ورقاز مريفة صلحيث ربا ذي ساهل يتسكد فوذ اللي عسلاما يتكسيغ فلان مع انتهاء المراكة تقول لك صبح الله يساهل عليك تعطيك قوة طاقة لان الكلمة طاقة أليس كذلك ضرك الشيخ بكلماته تعقبيلا وزيد الشيخ لقى القرآن يعطينا واحد الطاقة عجيبة كلمة قرآن أو كلام يخرج من القلب يوصل الكلمة تعمر أو تدمر ولا لا لا واحد يعطيك كلمة يا يعطيك قوة يا يمرمدك ولا لا لا يقول الكلمة شهر ومدى تعيش بيها كلمة برك وخزرها خزرها علش النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما تخزروا ما تخزروا ما تكون بعض خزرها مش مليحة ما النظر إلى مسلم نظرة يقيفوه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة عصره حق لو كان جارك يخزرك تقول له سبعة الخير والسلام عليكم يخزرك خزرها مش مليحة تمرض يا الدراو ش درت له كاش ما قالوا له عليا تمرض طول نهارة حتى تتلقى به تقول له أخويا الخزرها هذه كل الله غير لبسي أخويا عصر واحنا هل يش قلنا بأصلاة وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة بسمة برك باطل والعلماء يقولون البسمة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة جميع اللغات تحتاجها ترجمة يقول لك The friend in need is the friend in need هذا كلام بالإنجليزية اللي ما يعرش ماذا نقوله يقول لك الصديق الحق هو اللي تلقاه في الضيق استقضي لي في الضيق قديس فانو ورفيق The friend in need is the friend in need ملك أن تبتسم في وجهي وأبتسم في وجهك بسمة لذلك الوحيد منكم يروح الخارج كي تشوفوا أحد يضحك بركوا قدانك تفرح رك غريب ما تنساش قل الحمد لهذا الناس وقيلة مربيين يلا إذن هذا هو النبي صلى الله عليه واش قتل السيدة خديجة قتل ما تخاش كلمة قتل كلا والله لا يخزيك الله أبدا وبعدين ذكرته ببعض خصاله قتل انت إنسان ما شاء الله إنك لتصل الرحم ما شمدك اللي يقطع الأرحم ما كان الأخوه لأخت لببه لعم ولولو يا حاصر من في العياد بي بري كما قال واحد الآخر الشيخ عبدالعص يطر رحم نهار العيد ولازم تغافر وتتسالم تلاقي مع عمه في الجامع قالوا عمي صح عيدك تغافرك ولكن اليوم برك هو الشيخ قال اليوم عيد هذا خلط لا نبي عسى يوسن قال ليس الواصل بالمكافئ الرجل هو انتبان كي يكون عمك كي ظلمك وتروح انت تسلم عليه هذه الرجلة وحن في الجزائر نحب كلمة الرجلة في الرجلة بالقبال يقول شباح برقات سر رجلة معنى جمال والرجل في رجولته ورب قال في صورة الأحزاب الآية 23 من المؤمنين الرجال صدقوا مع أهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا رب يهضر على الرجلة بزاق على بلك صورة الجزائر يحبوا الرجلة اسمع سمعتوا هذه الآية كانت آية أخرى وجاء من أقص المدينة رجل يسعى الرجال قوامون حل النسيش حل الآية تنتعى الرجلة ولازم الجزائر يقرق على الرجلة خطر هذه هي بكر يقولك كن راجل معايا نكون راجل معاك يديروا عقود بالهدرة ما كانش اللي يخدع لآخر بالهدرة ولكن روح يزمان جي يزمان ولو الناس بالكاغط بالنوتير الموثق ويزيد يخرج لك الطريق تقوله خويا عندي كاغط يقولك كن بعد ما عجبك ش الحال وروح تشارعني هاوك تجيب الحكم يدير لك إشكال في التنفيذ ويكسر لك اللاكور المجلس ربحته يوصلها لكور عادي يمرضك وش تدير نبكر لا لا ما نش القلنس نبكر ملائكة كلم الرجلة أو الكلمة يخذ العقود تبرى بالكلمات وهو الأصل ربنا قال في صورة المائدة يا أيها الذين أمنوا أوفوا العقود العقد هنا قد يكون عرفيا وقد يكون رسميا مكتوبا ورب قال في صورة قاف الآية ثمانتاش ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صورة قاف الآية ثمانتاش الصفحة خمسمية وعشرين الصطر الثالث فالقرآن تلقاه هاي لفيدر هاو كوش ثم هاو هكذا قال ربي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما إذا كانت خاف ربي ما تحتج لا كاغط لا زوج لا نطير لا والو معلش العقود تعقد عادي ما نيش نقول ما تكتبوش لا لا نقول التوثيق من المصالح المرسلة ولكن منظومة القيم لفالور إذا اهتزت نعيش في حراج شديد ما زلنا في الأسرة واش قتل السيدة خديجة إنك لتصل الرحيم بسم الله ما شاء الله زيد وتحمل الكل وتكسب المعدوم وفي رواية وتعيد عنواء بالدار أو تنعيد على نوائبي الحق المجال الثاني مجال الأسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي نبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السنة القولية والعملية يعلمنا كيف نحقق الاستقرار استقرار داخل الأسرة وأنتم عارفين يا خوتي إذا كان هناك استقرار في الدار أو لا بس إذا كما كان استقرار في الأسرة مشكلة على بلكم نقول لكم واحد السر كبير كلنا خارجين من الأسرة كلنا كنا خارجوا صبح خارجين من ديارنا يا دراوش يا دراوش السر اللي خارج من الأسرة مستقر بسم الله ما شاء الله يروح للخدمة انتعوه قوي أصبر يؤدي عمله بإتقان أصبر إذا جاءوا الناس مرمدوه تعبوه زعفوه يمتص غضبهم يقولوا أنا في خدمتك أراني معاكم أتخاش القضية تعكن في رهالك أصبر أما إذا كان خارج مدار للنير القلقاء لحاصل وحد الغضب ديجا في الطريق يمارس عنفاه في طريق طريقة السياقة يولو كانت غلط معاه تدينه الأولوية لبريوريتي في طريق تسمع وكيوصل خدمتك يا لطيف نارش أعلى ما يخدم ما يردم ما يرحم أتدرون لماذا ما كيش بخير فاقد الشيء لا يعطيه هناك دراسة ذكية جدا لقياس مستوى الانتاج والإبداع في العمل من أسباب ضعف الانتاج هذا عدم الاستقرار دخل الأسرة ولا لا لا نعم سبب من الأسباب الكبرى تضاف إليه أسباب أخرى إذا كان إذا كان إيمان تعوض ضعيف أربي قال وقل أعملوا شكل يعرف الأعمل تعني اللول قبل شف سيرفيس قبل ديريكتور أربي خاف خاف اللي ما يخاف ربي لا لا اللي خاف ربي ممكن يغلط طبعا ليس ليس معصوما مؤمن يصلي ويخاف ربي ويغلط ويظلم ولكن تقول يا فول لاتقي الله يقول لك اللهم اجعلني من المتقين استغفر الله أخو يا أسمح لي هما إذا كان ما عندوش الإيمان بربي يا حاصر تقول اتقي الله تقول اتقي الله أنت لذا في رمضان تقول اللهم إني صائم تقول غير أنت صائم قع صائمين وكان كنت نصحت الاستفزاز ربي قال في صورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون زيد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة الانفيزيبل الوفيزيبل ها ربي على بلو بكل ممكن تكتب في الرابور حاجة مليحة هو يا خير ربي على بلو إذن حذاري ربي قال فينبئكم بما كنتم تعملون حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت حيث ما هذه زنكانية خاف ربي في الليل ونهار في الزائر ولا خارج الزائر وين تكون خاف ربي أيوة اتق لها حيث ما كنت كنت غلط وأتبع السيئات الحسنات تمحوها شوف الحادث ينسج مع القرآن ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات الحمد لله لحسن حظنا أن السيئات لا يذهبن الحسنات وإلا ما نسلكوش بخير السيئات لا يذهبن الحسنات ولكن الحسنات يذهبن السيئات الحديث وأتبع السيئات الحسنة تنحوها وخالق الناس بخلق حسن إذن الأسرة لازم تكون مستقرة هاني الله يبارك وانبعصة السلام هو مرجع هو قدوتنا العليا باش نعندوه كما دار يدير وين عميناها وين غلطنا نخافه ربي ونرجعه للطريق اتفقنا يلا نروح المستوى الثالث اللي هو مستوى الأمة أو ما نبقى وش غير في الأوسرة يا أخوتي يلا نطلعوا النيفو نروحوا الأمة نبي أصلاة السلام يهتموا بالأمة ولا لا الدليل قلت لكم في مقدمة اللقاء الأوس والخز رج ما كانوا بخير كانوا في محنة كبيرة دار الأخوة بيناتهم ولو أنصار وبعدين مهاجم لأنصار آخ بينهم دار الأخوة تاكي ما تيوض من ربي الأخوة في الله أن بعد ربي ذكر المهاجرين وين في صورة الحشر الآية ثمانية ربي شكرهم قال قال أولئك أولئك ومصصادقون في آخر الآية أعطلهم قيمة ولا لا خلد ذكرهم هذو مهاجرين ما تنسوش أقدارهم لا يجوز يا إخواني أن ننسى أقدار الصحابة خاصة في هذا الزمن انتعى الانترنت والتواصل الاجتماعي هناك من لا يحترم الصحابة الذين رضي الله عنهم فهمت الرسالة حذاري من لعبوش في هذا الزاوية ولا في هذا الفضاء هذا مهاجرون وهذا بأنصار ورب ذكر المهاجرين في الآية الثامنة وفي آية أخرى الثامنة من صورة الحشر الآية التاسعة ذكر الأنصار وذكر بعض خصالهم منها يحبون من هاجر إليهم بحب الأنصار في المدينة قالوا المهاجرين مرحبا بيكم للمدينة نحبوكم له كلمة كانش الحب وش يصرع يقول يا المهاجرين تأكلوا تشربوا هذه حيات هذه ما يقبلوا هاش المهاجرين ولا لا لا قلوا احنا هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مركز ولكن هما قال يحبون من هاجر إليهم باش نفهموا كي تدير خدمة بحب تجي سواسوى أما كي تدير خدمها كونتر كور تخدمها هكذا ما تجيش سواسوى طبقها وين حبيتها الرجال ونسا القرايا في التجارة في الماكلة في البنتور اللي يخدمها في الباب في البيناء خدم خدمتك بيتقان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه زيد كان خصلة أخرى ذكرها ربي في الآية التاسعة من صورة الحشر ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خلق الإيثار ربي خلد ذكرهم والآية رقم عشرة مباشرة ربي بشي علمنا لا ننسى فضل السابقين لا ننسى فضل فضل المهاجرين ولا فضل الأنصار فعلمنا في الآية العاشرة أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا قرآن عظيم خوتي والله البشرية لكان ربي يهديها لكان يتقر هذا القرآن والله غير ترجع كلام ربي قع يقرأ وبرك يخليونه من هذه الإلحاد والعوج هذا خطر الإلحاد لأن أي واحد يكفر يكتبها في الانترنت او لغير يغيظوني بكل صراح يغيظوكم كامل مرة مرة قلت الواحد ما شيء مسلم يعني قلت له يعني ايه تحب تروح الجهل لما روح تحر ولكن أعطي فرصة لروحك إنك على خطر عظيم اقرأ 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 برك واسأل ستجد ظلتك كما وجدها العلماء الأقطاب الذين دخلوا الإسلام من أوسع الأبواب أذكر كنا في القاهرة في 1985 كان واحد علم كبير اسمه آرثر أليسان في مؤتمر كبير حضره كبار العلماء منهم عبد المجيد الزندان وغيرهم يكون يعجز العلم وكذا وجايق لك أثبت بأن هذا القرآن ولو بعد نهاية الملتقى قال لا إله الله محمد رسول الله ولكن جاب شعف الحقيقة وجدها الآية 53 من صورة فصلت سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لازم تعرف ربي في صورة الزاريات الآية السابعة والسماء ذات الحبك هات عقلك تكون في علم الفلك لا استرونومي ولا إن شاء الله ما قرأت خمّن برك بعقلك والسماء ذات الحبك الآية رقم عشرين وفي الأرض آية للم قنين ما شغل لقرأ لاغرونومي علم الفلاحة ولا لاجيولوجيا طبقة الأرض أي واحد وفي السماء ربي قل وفي الأرض آية للم قنين الآية واحد وعشرين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية ثلين وعشرين وفي السماء رزقكم وما تعدون الآية تسعة وربعين من صورة الداريات ومن كل شيء خلقنا زوجين كل شيء في علم الإنسان في علم الحيوان في علم النبات في علم الطيور في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم والآية تسعة وربعين تساوي الآية ستة وثلاثين من صورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الآية رقم خمسين ربي قل كهرب الهرب ففروا إلى الله الآية خمسين من صورة الذاريات الآية خمسة وخمسين ربنا يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الآية ستة وخمسين ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رائح ستؤمن يقينا إذا كان قرية هذه الكلام تعربي وكلام البي صلى الله عليه وسلم إذن أعود إن بأسة السلام يتكلم على مستوى الأمة الآية تعرفوها على سبيل المثال الآية الأولية ذكرناها في صورة الأنبياء الآية 92 ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون عصرحك فتغلطش الآية متشابهات في صورة المؤمنون الآية 53 ربي قال وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في صورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلنكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة نروح للسنة قال النبي الصلاة السلام في الحديث الذي خرج الإمام الحاكم في مستدركه أمتي أمة مرحومة وهذه الحديث برواية أخرى مع إضافة إن نقرأه في مستدر الإمام أحمد إن إن أمتي أمة مرحومة رقم الحديث تسعة الاف وخمسمائة وخمسين إذا كان هذه الأمة تعبانة عندها مشاكل الأمة راهي غارقة في المشاكل اقتصادية سياسية ثقافية علمية الأمة راهي غارقة ولكن أمة مرحومة ما تنساش أشكولي قال هو النبي قال أمتي أمة المرحومة إذا ما نخفوش على هذه الأمة الدليل في صورة الأعراف الآية مئة وسبعة وثلاثين إلى غاية الآية مئة وربعين ومما أشارت إله لهذه الآيات ربنا قال إن يمسسكم قرح الأمة راهي تعبانة عندها مشاكل اقتصاد تخلف كل شيء ولكن لا بأس هي أمة مرحومة فقط لابد أن تنهض إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ترك الأمة المجال الأخير الرابع البشرية البشرية نبي عصة السلام يا أخي رسول عالم نولانا رب اللي قال الدليل في صورة الأنبياء الأنبياء الآية 107 أربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهدات إذن رحوا بالعقل يا البشرية ركي ضايع حتى ترجعي لهذا الطريق اللي ذال نبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعو السبول فتفرق بكم عن سبيله إذن النبي عليه الصلاة بلغ الرسالة وأدى الأمانة إذن يا البشرية غير تحرك هو اللي قال كلكم لآدم وآدم من طراب حبيت تسلكي روحك رجعي الهدي النبي صلى الله عليه أرب قال في صورة الحجرات الآية ثلاثتاش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخاتماء دورنا أن نقرأ السيرة النبوية قراءة اعتبار لنأخذ الدروس والعبر من أجل تغيير بواقعنا إلى ما هو أحسن والله قادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال إذا كانت عندنا النية النية التي أشار إليه القرآن في صورة الأنعام الآية مية وثنين وسبتين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإذا اجتهدنا في قراءة السيرة النبوية قراءة اعتبار سيتغير حالنا إلى أحسن حال وإذا صدر منا ضعف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع والتغيير الحقيقي يبدأ من النفس مصداقا لقوله تعالى في صورة الرعد الآية حداش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر